أنجزت وزارة المال مشروع موازنة 2012 وأحالته إلى مجلس الوزراء بحسب الأصول وبالاستناد إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المال محمد الصفدي فأن المشروع يحرص على تحقيق التوازن بين الضريبة والتقديمات الاجتماعية الإضافية كذلك يحقق مشروع الموازنة زيادة الإرادات إلى الناتج المحلي من 21.3% إلى 22.7% بعد سنتين من الانخفاضات المتتالية وتم ذلك عبر زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12% وإدخال رسم على المبيعات العقارية بنسبة 3% تمهيداً لإدخال الضريبة على الأرباح الرأسمالية وزيادة ضريبة الفوائد من 5 إلى 8% وغيرها من الإجراءات وإذ كشف أن المؤشرات الأساسية لموازنة 2012 هي كلها إلى تحسن مقارنة مع 2011 أكد الصفدي أن الموازنة تضاعف النفقات الاستثمارية قياساً بال2011 وبما أن الإنفاق المطلوب يفوق ما هو مرصود ستعمل الحكومة على تأمين تمويل إضافي من الدول والسنديق ومن القطاع الخاص حرصنا في مشروع الموازنة على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي الطبقات الأكثر حاجة وعرضة للمخاطر وتلحظ الموازنة زيادة في كل أطر شبكات الأمان الاجتماعية إذ تؤمن مبلغ 300 مليار ليرة كخطوة أولى لتغطية صحية شاملة متاحة لجميع اللبنانيين كما تؤمن الموازنة متأخرات الضمان الصحي الاختياري وتزديد الاستحقاف العائد لصندوق الضمان الاجتماعي عن متأخرات الدولة للضمان الإلزامي والمتأخرات المستحقة للمستشفيات والمقاولين والاستملاكات وتعمل الحكومة على إنجاز مشروع استهداف الفقر لتتمكن من حماية الطبقات المحتاجة كما تتابع تمويل مشاريع إصلاح قطاع التربية وكشف الصفضي أن مشروع الموازنة يحقق انضباطا في زيادة النفقات نسبة إلى الناتج مقارنة مع 2011 كما توقع المشروع انخفاض نسبة العجز إلى الناتج من 9.4 إلى 8.1% بالإضافة إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج من 135 إلى 132% اشتركوا في القناة